في ترند الترند وهي الوقعة المتعلقة باختفاء النسخ كأس أمم إفريقيا 2010 النائب العام أحال هذه الوقعة لنيابة الأموال العامة العلية عمر السيدة المستشاري النائب العام بإحالة وقعت فقد الاتحاد المصري لقرة القدم كأس أمم إفريقيا لعام 2010 من بين مقتنياته إلى نيابة الأموال العامة العلية بمكتب النائب العام للتحقيق فيها تحقيق قضائي حيث كانت وزارة الشباب الرياضة بعدما أصير بالمواقع المختلفة من فقد بعض المقتنيات من اتحاد القرى خطبة النيابة العامة بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد وتبين فقد الكأس المسكور وتضارب الأقوال بين مسؤول الاتحاد حول أسباب الفقد بطلب التحقيق في الوقع إذن الأمر برموته الآن في نيابة الأموال العامة والأمر حاليا طي التحقيق ما بين الجهات المختصة ننتظر ما ستصفر عنه هذه التحقيقات ولن نسبق الأحداث لأننا عندي تفاصيل متعلقة بهذه النسخ هل هي نسخ رسمية ولا نسخ مقلدة لأن في النهاية أنت عندك ليحة بتقول لو فايز بتلاتة كاس أمم إفريقية الاتحاد الإفريقي بيهديك مش نسخة كوبي لا بيهديك نسخة أوريجنال فبالتالي هنشوف التحقيقات هتصفر عن إيه وهنشوف النيابة العامة ونيابة الأموال العامة بالتأكيد من خلال التحقيقات هنعرف نتائج هذه التحقيقات والفترة الجاية هتكون كاشفة لتفاصيل كثيرة جدا أكتفي بهذا القدر من فقر تريند تريند ثم أخرج إلى فاصل ونشوف تريند الأهلي وما هو مكتوب على السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي قبل مباراة الإسماعيل